في شوارع مدينة مأرب تستوقفك المشاريع التجارية الجديدة وإن كانت متواضعة هنا تزايد كبير وملحوظ في عدد المطاعم الشعبية والسياحية ومطاعم الوجبات السريعة تقدم فيها أصناف كثيرة ومتنوعة من الوجبات والمأكولات تتمثل بالوجبات الشعبية التي تعد بطريقة تقليدية تجعلها أكثر شهية وبالنظر إلى هذا الزحام بدت المدينة سوقا كبيرة يشهد حركة دؤوبة خصوصا في افتتاح المطاعم الهدف من إنشاء المطعم هو الهدفين الأساسيين الهدف الأول هو الاستثمار الناجح للكم الهائل المتواجد في مأرب من الكثافة السكانية والهدف والسبب الثاني هو توفير الأياد العاملة توفير العمل للشباب المتواجد وتقليل البطالة في المنطقة مئات الآلاف من الوافدين احتضنتهم مأربة وأصبحت ملاذا آمنا يصاحبه إيجاد فرص عمل من خلال هذه المشاريع البسيطة في مجالات عدة من بينها مطاعم الوجبات السريعة التي لم تكن موجودة في السابق كمطاعم البيتزة وغيرها حيث حققت نجاحات وأرباح عالية في زمن قياسي مما دفع أقلب التجار إلى تكرار هذه التجربة على الرقم من وجود معوقات تؤثر سلبا على هذه الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة تصريف المياه الآن مش ملة معدومة تماما داخل مأرب تواجهنا هذه الأشياء وبصعوبة تكلفك مثلا في حدود من 500 إلى مليون شهريا ومتدفع مقابل بس تصريف المياه إلا جانب ذرائب بتجيلك الضرائب مش بش ضرائب صنف واحد ولا جهة واحدة هي جهة واحدة لكن بتجيلك بعدد مسمية تجيلك ضرائب عمال ضرائب داخل عوامل كثيرة شكلت بيئة مناسبة لخلق مزيد من الفرص أبرزها الجانب الأمني الذي شهد تحسنا ملحوظا بالمدينة بالإضافة إلى بقية الخدمات المتوفرة مثل الكهرباء والمشتقات النفطية مما يعطي هذه الاستثمارات فرصة التوسع أملا في تعويض الخسائر التي أصابت بعضها نتيجة الانقلاب بفعل الانقلاب توقفت المئات من المشاريع في أقلب المدن اليمنية وبعد تحرر مأرب لجأ الكثير لمعاودة العمل من هناك هذه المطاعب لتتحرك ولو جزئيا عملية الاقتصاد وتعمل على توظيف وتشكيل الكثير من الأياد العاملة خليل الطوي القناة بالقيس من محافظة مأرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة